في دير الزور أيضا نفذ طيران الحربي غارات مكثفة على مواقع ومحاور تحرك آليات تنظيم داعش الإرهابي ودمر نقاطا محصنة وبؤرا للتنظيم الإرهابي وقضى على العديد من أفراده ذلك خلال طلعات على مواقعهم ومحاور تحركهم في منطقة المقابر وحي العمال وقرية حطلة ومحيط الفوج 137 ومنطقة المعامل وقرى جديدة لعقيدات وخشام في مدينة دير الزور وريفها كما دمر رتل آليات للتنظيم التكفيري مؤلفا من سبع آليات على طريق تدمر الشولة بالريف الغربي موقعا عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين